السلامة وبركاته بفعالكم أحمد الله وعكره إن شاء الله نريد سؤالين تقريباً هيك تفضل أولاً السؤال ما هي نصيحتكم لطالب الحديث المتدس في التخريج وما هي أهم القواعد التي يسير عليها وأهم الكتب التي تشير إلى هذه القواعد لا يمكن جواب عن هذا السؤال يعني الوقت لا يثنى اقرأ كتب المصطلح ولا تبدأ بالتخريج إلا بعد أن تشبع من علم المصطلح ومن دراسة كتب الرجال ولا تشتغل بالتخريج لأن من الحكم من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه والشباب المسلمي اليوم يظن أن علم الحديث عبارة عن شربة عسل بينما لو كان كذلك ما مضى على المسلمين قرون طويلة يشتغلون بكل علوم الشرعية إلا علم الحديث حسنا طيب رأيكم